تعتبر المدرسة مجتمع صغير ويحدث فيه الكثير من المشاكل وفيها أيضا الكثير من الفئات العمرية الطلابية التي يعنيها قد تكون هذه المشاكل تخرج أحيانا عن سيطرة المسؤولين من أبرزها حالات العنف والتغيب والتمرد طلابي الحديث حول هذا الموضوع في دائرة الضودة ويرحب بضيوفي من داخل الاستيديو لمناقشتهم عن أسباب تلك المشاكل بداية مع دكتور نغواف العنزي أستاذ التربية بالجامعة وأيضا دكتور مهند العدان أخصائي نفسي حياكم الله ديكاترا بداية هذا الموضوع موضوع عزلي بدأ يظهر بالفترة الأخيرة بشكل كبير جدا المشاكل التي تظهر عندنا في المدرسة لو بنعرف أبرز المشاكل السلوكية دكتور اللي كان واجهها الآن في يومنا هذا في 2017 في مدارة زورة الكويت شنه حسب التقرير اللي طلعنا عليه أول مشكلة السلوكية هي العنف التسرم الصحة النفسية والمشاكل الصحية هذه أبرز المشاكل اللي ذكرها التقرير وزارة التربية العنف نعم تزايدة دكتور شون تشوفه ليش هل هو تزايد موجود من المجتمع انتقل إلى المدرسة هل هو من المدرسة انتقل إلى المجتمع شون قاعد تشوفه أو شي صبح عليكم بالخير والمشاهدين موضوع العنف بالتالي أبنائنا أو الأطفال في المدرسة أو من خاصة اللي كانت الأعلى درجات العنفية كانت تظهر عند أطفال مرحلة ابتدائية وبالتالي اليوم طلبت المدارس ومنعكاس حق المجتمع غالب المجتمع اليوم الأجوال اللي قاعد تثار فيه هناك نوع من تعزيز نبرة الصراء نبرة العنف اللفظي سواء كان داخل الأسرة سواء كان داخل الفريج سواء كان ما بين الأصدقاء نفسهم داخذينا اليوم يعني داخذينا طفولتنا وطفولة اليوم نحن في السابق كنا نطالع أغلب أفلام الكرتون كانت عبارة إن شاء الله فيه جوانب إنسانية فلونا هايدي سندباد أشياء اللي يعاشها ذاك الجيل اليوم أغلب الكرتون اللي قاعد يشوفون الأطفال هو كرتون يعزز الصراع دائما فيه قوتين وقوتين هذين المتصارعتين وعصابات يعني قبل كان ما يحطون القوة يحطون قوة تمثل خير وقوة تمثل الشر ينتصر خير على الشر اليوم نأهي عبارة عن صابات وحتى هصارت الألفاظ السيئة ما بين أفلام الكرتون نقعد تكلم عن شريحة الابتدائي بالتأكيد يعني تأثير تأثرهم في الميديا بشكل راح يكون جدا عالي إذا أخذينا الفئات الأكبر المتوسط وثنوي كذلك قاعدين ومعاهم أفلام الأكشون أفلام الجريمة أفلام العنف كلها قاعد تعزز هذا المفهوم أن العنف هو قيمة تأخذ فيه حقك وإذا ما كنت ذيب كالوك الدياب وإذا ما كنت ما دري إيش راح يصير فيه كذل فصار فيه دفعة لهذا الاتجاه فأعتقد أن هذا واحد من الأشياء اللي قاعد تزيد مستوى العنف عند الآخرين طيب إحنا يمكننا الإخوان بالعدادة عدوا مثل هذه الأحصائية وهذا التقرير عن المشاكل الموجودة في مدارز أولاد كويت دكتور بعد هذا التقرير الآن اتفقنا إلى أن العنف بدأت ظاهرة موجودة وسمة موجودة في كل مدارز أولاد كويت هل تفرق ما بين الابتدائي عن المتوسط وعن الثنوية عادة ما نقتنع أن الثنوية هم المرحلة المراهقة أكبر تجد فيها ظواهر عنف نوعا ما لفظية أي أن كان العنف بأشكالها لكن موجودة في الابتدائي عندنا لا توقع أنها موجودة في الابتدائي أو تكون نسبتها جدا قليلة مقارنة في المراحل العمرية المتقدمة لطبيعة الإنسان الخروج من مرحلة الطفولة إلى الدخول في مرحلة البلوغ في المرحلة هذه دائما ما يكون الطالب يحاول أن يعبر عن نفسه بطريقة قد تكون فيها عنف يحاول أن يبرز نفسه يحاول أن يقول أنا موجود وفي الغالب تكون القيم والمفاهيم التي تؤطر شخصيته لا تنسجم ثقافة المجتمع أو القيم المجتمع فأتوقع أن تكون بارزة أكثر في المرحلة المتوسطة وكذلك في المرحلة الثانوية لطبيعة الإنفعالية فالطالب في هذه المرحلة يكون منفع الأكثر يحاول أن يعبر عن نفسه بطريقة قد لا تليق وقيم المجتمع لذلك تجدها منتشرة في المتوسطة والثانوية بينما في مرحلة الابتداء تكون نسبتها جدا قليلة مقارنة باقي المراحل دكتور مهند المشكلة مدرسية فقط أو مجتمعية أكبر وبالتالي مثل ما قلنا في البداية أن المدرسة هي جزء من المجتمع وبالتالي ما يحصل داخل المدرسة هو جزء مما هو جزء مجتمع لكن بيئة المدرسة ربما أحيانا تساعد تساعد على هذا أن هناك منافسة أعلى في نوع من الاحتكاك الدائم بين الطلبة وما بين المجامي وحمسة وكان داخل أنشطة صفية أو حتى داخل الساحات المدرسية أو في حصص الألعاب وغيرها يكون فيه احتكاك عالي وأنا ما أختار ربعي لكن داخل المدرسة أو داخل الأفن الأسرة أو داخل ربعي وكذا أنا أختار الأشخاص اللي أنا أرتاح معهم فيقل بينهم الخلاف والعنف والمشاكل يمكن تكون مضاعها بشكل كبير لكن داخل المدرسة أنا مفروضين علي طلبة اللي معاي في المدرسة داخل الصف مفروضين علي طلبة اللي في الساحة المدرسية مفروضين علي طلبة اللي في الفرصة فممكن يصير احتكاك بشكل أكبر وذلك يعني يمكن عندنا احنا واحدة من الأشياء اللي نتكلم عنها بشكل كبير ودائما صير عليها مشاكل اللي هي قضية تنمر وهذه ظاهرة ربعا ما يعني احنا نشوف حتى عملت عليها كثير من الأفلام في كتبت فيها روايات بعض يعني حتى في قصة مشهورة أرجوك ما تسخروا مني كتبتها وحدة روائية تتكلم عن قصتها لما كانت تصغيرها شون كانت تتعرض على التنمر ليه ما اكبرت وشون كانت يعني تمر في معاناة يومية من بداية اليوم الدراسية نهاية اليوم الدراسية لأنها ما تختار ربحها لكن مع مجتمعها الشخصي اللي هي مختارتها بإرادتها تكون مشاكل ظهرها أقل هذا يدخذينا موضوع العنف الآن عندنا مشاكل والتقرير اللي أشار لها اليوم عندنا مشاكل ربما تكون صحية اللي تكون من جانب نفسي الطلبة عندهم شيء نسميحنا قلق الانفصال قلق الانفصال هو خوف الطفل من بعده عن مصدر الرعاية الأم والأب والإسرة وهذا ربما يظهر بشكل كبير في حالات أفوا في حالات الطلاق والانفصال ما بين الوالدين يعني ينعكس على الإبن عندنا مشاكل قلق الاختبار عندنا السوشل والنكزايته وقلق الاجتماعي وهذا نشر بشكل كبير في المجتمع الكويتي حالات الاكتئاب هذه حالات ربما تكون هي طبية موجودة في المجتمع وخارج مجتمع العمر أو المدرسة هي ليست مسؤولة عنها يعني تصيب يعني مثل ما تصيب الاصغار تصيب الكبر وشخص عمره ثلاثين سنة أربعين سنة يصاب الآن في حالة اكتئاب ما كان موجودة عنده في السابق نفس الشيء ربما تكون موجودة عند الطفل ما كانت موجودة عنده في السابق فأحيانا يعني ما هي كل المشاكل مرتبطة في المدرسة إنها مدرسة لكن أحيانا مثل ما قلنا المدرسة ربما تزيد ساعات ظهور بعض المشاكل طيب البحثين الاجتماعيين موجودين ومتعارف عليه ودورهم أساسا في كل المدرسة البحث عن هذه المشاكل وتفاديها والبحث عن الأسباب وغيرها من الأمور شون تجد دور البحثين الاجتماعيين عندنا في مدارز والكوت قبل أن أجاوب على سؤالك هذا نودي بس أعلق على الكلام من الدكتور الأستاذ مهند نحن لا يجب أن نفهم المشكلة العنف ضمن إطار عفوان الطالب نفسه هناك عوامل مختلفة تدخل وتعزز متى هذه المشاكل الأول هي الأسرة النظام التعليمي نفسه المجتمع كل هذه تدخل مثل ما قال في البداية أستاذ مهند أن لا نستطيع أن نفهم البيئة المدرسية بنعزال عن باقي المجتمع مؤسسات المجتمع الأسرة تنشأ الاجتماعية طريق طبيعة العلاقة بين الأب والهم طبيعة العلاقة بين الأبناء تراتبية القوة كيف توزع القوة بين أفراد الأسرة هذه لها تأثير المجتمع نفسه وطبيعة السياسة الرؤية السياسية كيف يعبر عن نفسه السياسي كيف يعبر عن نفسه الاقتصادي الأمراض الاجتماعية الفئوية العنصرية كلها تدخل ضمن الإطار التي مسببات العنف داخل المدرسة بل هي المعزز الرئيسي كذلك طالب نفسه يمر في مرحلة مثل ما قلنا مرحلة عمرية يحاول أن يعبر عن نفسه بطريقة قد لا تنسجم الإطار المدرسي أو القيم المدرسية عطفا على سؤالك هل يستطيع الباحث الاجتماعي الأخصائي النفسي معالجة المشاكل التي تظهر؟ بالتأكيد إذا كان الظواهر لا يستطيع فيحتاج تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع هذا الأخصائي وبرامج مختلفة مدعومة من قبل الدولة كيف يعادم هذه المشكلة؟ إذا ظاهرة إذا ظاهرة أما إذا كانت حالات فردية منعزلة فهو يحتاج الدعم من إدارة المدرسية المشغلة بالتدريس وليس التربية التي على كاهلها منهج طويل عريض لا تعلم متى تفتدي ومتى تنتهي منها فهنا مشاكل كثيرة ومتنوعة فصعب أنك تتعالجها فقط شخص واحد يتحمل المسؤول أنا ما توقع أن الباحث الاجتماعي والخصائي النفسي لديه الإمكانات أن يعالج مثل هذه الضوار لأننا أصبح يتلمسها على الأقل بالتأكيد أو لخصائي النفسي أعطانا انطباع عن نوعية المشاكل فالأولا نتكلم عن المشاكل السلوكية وأولها كان العنف عدم الانضباط تلاف الأثاث الظاهرة تسمى الفاندلزم التعبير عن النفس بطرق الحين صار فيه ارتباط بين العنف والرجولة فكلما كنت عنيفا كلما كنت أكثر رجولة وهذا مفهوم خاطئ هذا مفهوم خاطئ فيعني يبدو لي يجب إعادة خلخلة القيم وإعادة بناءها من جديد وهذا يتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة لا يمكن المدرسة أن تعمل منفردة عن باقي مؤسسات الدولة لا يمكن أن نعطي الطالب أو المتعلم بيئة مدرسية مثالية ومثلما يخرج إلى مجتمع غير مثالي فما يستقيم يجب أن يكون المدرسة تمثل للمجتمع والمجتمع يمثل للمدرسة فهما يتأثران ببعضهما البعض دكتور مهند هل المعادلة عادلة صح التعبير لم نقول والله ولي الأمر يبحث عن مدرسة خاصة ليتفادى كل هذه المشاكل السلوكية لدى أبناها والله أنا سجلهم مدرسة خاصة وأرتاح النظام عندهم أكثر الانضباط عندهم أكثر وغيرها من الأمور اللي ما هي موجودة في مدارس الحكومة شنو السبب هل والله يفعلوا الدور التربوي قبل التعليمي هل فعلوا دور الباحث اجتماعي لتلمس هذه المشاكل قبل أن تكون ظاهرة بداية ما نقدر نفصل ما بين الجانب التربوي والجانب التعليمي شكل المدرس داخل القاعة التدريسية وهو قاعد يدرس حتى الآن قاعد يدرس رياضيات وهو بالنهاي قاعد يقوم الآن بدور تربوي ولذلك دائما عندنا شيء يسمونه التربوي يمكن الدكتور أشتر مني فيه يسمونه منهج الخفي للمدرس اللي هو طريقة التعامل مع الطلبة شكله طريقة في السلام عليهم طريقة نصير مشكلة عند بعض الطلبة تعليق على بعض الإجابات الطلبة هذه كلها عبارة عن تربيه هذا هو قاعد يمارس عملية التدريس وقاعد يشرح معادلة رياضيات لكن في نفس الوقت وقاعد ينقل قيم تربوية فبالتالي يعني ما في شيء يسمونه الآن نحن نقع هذا الدور تربوي 1-2-3-4-5-6 نقع نسوي تعليم أول عكس فبالتالي هي عملية متكاملة مع بعض مثل دور الأبو مع عياله مش شرط يسيرهم محاضر يناديهم وقلهم الله ترى من قيم لكويت 1-2-3 لازم نسوي تلك لازم نسوي تلك الجانب التربوي ينتقل من خلال الموديلينج المعاشرة فتصير فيه نوع من النمذجة حق الشخص الأمامي فأنا ممكن يصير فيه قدوة يعني مثل ما نقول بالعربي فتنتقل القيم من خلال مشادثهم حق المدرس الآن اختيار الناس إلى مدارس خاصة ربما أحيانا فيه بعض التفضيلات يعني حرص الناس على اللغة الإنجليزية أن أنا بأولدي يكون عارف إنجليزي هذه واحدة من الأشياء الشغلة الثانية اللي هو مثل ما تفضلت لقضية الانضباط الزايد إذا أخذنا لبعض المدارس اللي ماشي على سيستم دقيق جدا بسبب قلة الأعداد اختيار المدرسين بطريقة نوعية أفرزت نوع من تدريس يختلف عن بقية أو عن التعليم العام أو تعليم الحكومي الآن لا يعني أن التعليم الحكومي هو سيء لكن بالتأكيد لو افترضنا واحد عنده أربع عيال أو عنده 12 أو 13 بالتأكيد تركيزة سيكون مع الأربع غير تركيزة مع الـ 12 الآن كثافة داخل المدارس كثرت المدارس الحكومية يعني اليوم تفي كل مناطق فيها ثلاث مراحل لكن المدارس الخاصة وش كثرة بالكويت كلها مدارسة خاصة ما تي عدد بسيط مقارنة مع مدارسة الحكومية فبالتالي ما تميز فيهم 10 أو 15 مدرسة من ضمن عموم مدارس الخاصة في مدارس خاصة كثيرة عليها مشاكل لكن سيصير عليها التركيزة فنفترض أن المدارس الخاصة هي الحل بس هي الحقيقة ما هي الحل طيب دور ولي الأمر الآن في قضية التعامل مع أبنائه أمس في نفس المكان اللي كنت قاعد فيه دكتور كانت عندنا مديرة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان السادة شاذة الفوزان وأكدت أن أعمار وفق لحصائيات أعمار الطلبة اللي بدأوا في عملية التدخين وصلت إلى 7 سنوات رقم مخيف فأنا كولي أمر باتر وأجد خيار مناسب بالنسبة لي مدارس الحكومة وأودي أبنائي في مدارس الحكومة لكن قبل لا أوديهم شنو العامل النفسي اللي يجب أن أعززها عندهم عشان يتلافون مثل هذه المشاكل وأيضا العامل التربوي المفروض يكون عندي كولي أمر عشان أتعامل مع أبنائي بسمع منكم الإجابة لكن بعد ذلك فاصل قصير فاصل مستبري معكم أود لكم مشاهدين الكرام مستبري بالحديث عن ظاهرات المشاكل السلوكية مع ضيوفي من داخل الاستيديو دكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن الآلية المفروض تكون لدى الأب آلية التربوية الصحيحة لتجنب هذه المشاكل أنا مجبر الآن بإدخال أبنائي بمدرس الحكومية وأدرك تماما المشاكل اللي قاعد تكلمون عنها وكل مشاهدين الآن عندهم تخوف من كل المشاكل اللي تطرح في مدارس نعم ما لقينالها حل لكن شون أنا أعزز ثقة ابني التربوية شون أعزز ثقة السلوكية أيضا في قضية التعامل مع مثل هذه المشاكل في البداية أولا العملية التربية والتعامل مع الأطفال أو حتى البالغين تحتاج جهد كبير فيجب أن يبني الأب أو الأب مع أبناء علاقة متينة من خلال فهم أن دائرة الأبن كل ما كبر وتقدم في العمر تصير كبيرة فلا يجب أن يتركها تخرج بطريقة سلسة من دائرته واهتماماته فلا يجب أن يضع على على أبناء دوائر كثيرة تمنع منه الخروج يجب أن يجرب يجب أن يخرج مثال عطي مثال دكتور الأبن أول ما يولد صغير يبي دائما أمه وأبو يكون راضين عليه ودائما بالنسبة له أن حب أمه وأبو يعني مهم إلى درجة الأولوية لكن لما يحصل صراع في المستقبل عندما يصل للمرحلة المراهقة يحصل صراع بين الأب والأم أو بين الوالدين والأبن ويكون هناك تأثير للمراهقين عليه تجد أن المراهقين أو جماعة الأصدقاء هم اللي دائما يغلبون بينما الأب والأم أصلا باي ديفالت هم اللي يفترض أصلا أنهم مؤثرين أكثر ولكن يخسر الوالدين الصراع مع المراهقين أو جماعة الرفاق بسبب عدم قدرتهم على فهم أن الأبن شخصية مستقلة لها حريتها يجب أن يتحرك ضمن الإطار العام فكل ما كبر الأبن أوسع لدائرة الاهتمامات أوسع لدائرة الحرية ما أحكره وأعتقد أنه إلى الآن هو الطفل الصغير الذي جل اهتمامه هو رضاي عليه فيجب أن أفهم أن الأبن هذا يكبر وله استقلاليته هو ليس عفوا يعني بعض الآباء يعتقد أن الأبن هو داشده شيء بيفصلها ما يعرف أنه هو مستقل له كيانة خاصة يجب أن يتصرف بطريقة مختلفة عنك يفكر اقبل الحوار معه اقبل التفكير معه اقبل أنه يكون له شخصية مختلفة اقبل أنه يتصرف بطريقة مختلفة عن طريقتك اقبل أنه يعيش حياته مختلفة في إطار القيم العامة يعني درجة تدينك درجة اهتماماتك بالعلم درجة اهتماماتك بالرياضة لا يجب أن تفرضها على ابنك نهائيا فهنا تحدث صراعات وهنا من هذه النقطة يخسر الأب علاقته اللي هي يجب أن تكون متينة كي يحافظ على ابنه عندما يخرج من المنزل هنا المشكلة هنا تحصل المشكلة طيب بنظرة نفسي شو أن تشوفها دكتور مهند طيب الكلام اللي قال الدكتور كلام جدا مهم ربما نضيف يعني أنت تفضلت في قضية أنا متضر أن أود ولدي بدرسة حكومية كأننا نفترض أن في المدارس الخاصة لا يوجد هذا الخلل اليوم عمارة تدخين في المدارس الخاصة هي كذلك موجودة بدرجات عالية المشاكل ربما السلوكية والأخلاقية بل حتى الفكرية موجودة في المدارس الخاصة بدرجة أعلى ربما المدارس الحكومية ولذلك لكن ما عندنا هالحصائيات مادي لذلك تشرف على المدارس الخاصة من ناحية النفسية أو السلوكية هل لها إحصائيات أو كذا يعني تقرير اللي طلعنا عليه ما كان ينبه على المدارس الخاصة ربما نبه بعض أجزاء تقرير على المدارس اللي هي التربية الخاصة اللي هم المعاقين فيهم توحد فيهم كذا اللي هم تبع ذات تربية لكن ما ركز على المدارس الإنجليزية أو البايولينغوال أو المدارس الأخرى وبالتالي أن حتى انتشار المخدرات موجودة في المدارس ربما يمكننا نسميه في الكويت الشبو أو الكريستال مثل اللي هو المتعارف عليه منتشر حتى ما بين المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية لذلك اليوم لا يعني وجود مشكلة في مكان أنه يمصدر المشكلة هذه بيئة تتوفر فيها ما يتوفر ربما يكون شخص بالفريج يتعورف على الناس ويتحصل لهم نفس المشكلة اليوم قضية العلاقة بيني وبين أبنائي هي شيء رئيسي لمعرفة حدود وأفكار واهتمامات الأبن اليوم نسلة كبيرة من الآباء تسألهم يعني أسألة بسيطة ربما أن أذكر مرة في العيادة سألت واحد قلت له تعرف أول الدكعة تعرف اهتماماته علاقاته أقول لي إيه قلت له خلص إكس سؤال أولدك شجع ينادي كان اشترا شو تعرف قلت له أنا أدري قلت له أنا أدري أنا ذكعت معهم أول تولي ربع ساعة في الساعة قلت أشجع أظن كان وقت أنادي أظن برشلونة أو شيء قلت له صح هيدور على الوضع أقول لي إيه اشترا قلت له تشيرت ماله برشلونة يعني فيه شغلات بديهية بس لاحظ انتباهه هذا أولده معاه اليوم لما كان أهوه في علاقة قرب اليوم في وسائل تواصل اجتماعي شو المانعنا أنا كم سوي فلوحة قلدي أشوف تعليقاته أشوف الفرنز اللي قاعدت تواصل معاهم مو شرط أسوي هاكين أشوف على الحوار العام اللي بره بينه من ربعة تعليقاته شو الأشياء اللي حط لها كذا لايك شو الأشياء اللي علق عليه شو الأشياء اللي بتمامه هني أنا قاعد أعرف وليدي بشكل مناسب لك لما أفترض أن أنا أنا وديت المدرسة زينة فأنا أفترض أن كل شيء رح يمشي بطريقة زينة ما أعتقد هذا شيء تفكير منطقي فبالتالي قربي من الأبن هو معيان رقم واحد هو الشيء الأساسي دكتور نواف شون أقدر أتعامل مع تمرد الأطفال بنظرة تربوية الآن ظاهرة متفشية عندنا سن مراهقة وفي تمرد نوعا ما في داخل أسوار المدرسة أنا كتربوي كمدير مدرسة كمعلم في مدرسة في محيط معين وعدد ساعات معينة شون أبدأ أحارب هذا التمرد في البداية أنا أتوقع هناك أسلوبين للعلاج أولا أسلوب على المدى القصير وهي معالجة المشكلة بشكل مباشر من خلال بعض القرارات الصارمة أو التصرفات التي توقف هذه المشكلة بداية ثم العلاج الثاني هو على المدى البعيد يجب أن أفهم مسببات وأسباب هذه المشكلة وهذه أتوقع أنها خارج قدرات المدرسة حاليا لأن الموضوع تعدى مثل ظاهرة العنف ظاهرة التسرب عدم الاهتمام تعدى قدرات المدرسة أن تعالج هذه الأمور أحنا تأخرنا فيها يتعدى قدراتها المدرسة لا تستطيع أن تعالج هذه المشكلة المدرسة لا تستطيع أن تجعل الطالب يحب المدرسة يفترض أصلا نظريا يفترض أن تكون بيئة المدرسية هي أكثر بيئة جاذبة للفرد أو للطفل أو للمتعلم يفترض أنه لما يذهب للمدرسة يفترض أنه يذهب بصدر مستانس مرتاح رايح يستانس يستمتع يشوف ربعة لا للأسف أنت تشايف عيلا شون يقعدونهم الصبح حق المدرسة هو شو بتطيق أروح ما تروح يعني أنت الحين لما تتعاقب الطفل يعني تفصلها يومين ثلاثة أيام أو مراهق بالأكس هذا مريح يعني بالنسبة له هذا شيء جميل صراحة أنا جالس في البيت بينما مثلا أذكر لك في فنلندا إذا يابون يعاقبون يعني أكثر عقاب صارم على المتعلم هو حرمانه من يعني الذهاب للمدرسة يومين أو ثلاثة يام يعتبر بالنسبة له هذا مصيبة كبيرة الفصل يومين الفصل يوم يعتبر مصيبة ملا أنه خايف من الفصل لأنه يضيق خلقة يعني المدرسة يفترض أن تكون بيئة متنفس لكننا لدينا العكس المدرسة أصلا يذهب له طالب هو فأنت كيف تأثر فيه وهو أصلا داشت المدرسة هذه وهو ضيق خلقة يرى أنها بيئة غير جاذبة بيئة تقليدية غير تفاعلية هو متفاعل مع الأجهزة الأجهزة الجامدة يتفاعل معها يروح مع ربع متفاعل يقعد مع أهله متفاعل يروح يطلع بالليل متفاعل عندما يدش المدرسة هو فقط جالس ومتلقي فهو هنا مصيبة هنا مصيبة ما لا يدور ما يشعرون هو عايش على الهامش داخل المدرسة هو يعيش على الهامش متلقي فقط مثل المسجل يسجل فيه المعلومات ومن ثم يأتي الاختبار ومدى قدرته على حفظ المعلومات واسترجاعها يعني أنه شاطر ممتاز وبطل وهذه هي المشكلة إبداع ما فيه تبني مواهب ما فيه فتجد دائما أن الطلبة اللي يجيسون في الأمام هم الطلبة اللي دائما ننظر لهم نظر على الأساس المناجحين في المجتمع بينما الطلبة الذين في الخلف هم الطلبة اللي إيش الطلبة اللي يعني السيئين أو الطلبة اللي يعني أقل مكانه ومع أنه ترى الطلبة اللي في الخلف في الغالب خرج منه المبدعين والمفكرين هذا لا يعني أن الطلبة اللي في الأمام يعني لكن نظرة النظام كله التعليمي فيه نوع من الظلم لجميع الطرق التعليم أو أساليب التعليم بالإضافة إلى أنه يعني نظام تقليدي يحتاج إعادة نظر في السياسات التعليمية وإسلوب التعليم دكتور كلامك فيه نوع من الأحباط يعني المدرسة الآن لا هي في قضية التعليم وما لا تملك أصلاً القدرة على التعامل مع كل هذه الظواهر الحاصلة عندنا في المدرسة المجتمع لا هي في قضاياه وأبعاد كل هذه القضايا المطروحة في المجتمع معنات أن المدرسة ستكون في تزايد في تزايد من السلوك المرفوض بالمجتمع ما أحد سيظن على الأقل يناقش مثل هذه القضايا أو يتصدى لها فالآن السؤال بعد كل هذه السنوات من تراكم هذا الظواهر الحل ننطلق فيه من أين تحديداً دكتور؟ ربما شيء مهم نركز عليه أو لازم ندركه في شغلة في الإحصاء في عدد الأشياء الحالات التي يمكن أن أمس وقرناها في التقرير ربما الرقم يخرع 85 ألف قضية تم التعامل معها لما نقرأ التقرير 85 ألف لا يعتبر عدد كبير في ظل تزايد أعداد الطلبة السنوي في المدارس يعني المجتمع قاعدين وأنا ما أقدر يبقى قبل عشر سنين عدد الطلبة في الكويت خلنا نفترض رقم أقل بالتأكيد مع الطلبة الآن لأن المجتمع قاعد يزداد وقاعد ينمو فبالتالي طبيعي أن تزداد المشاكل فيه الآن صار الانتباه أكثر إلى المشاكل من قبل قبل يعني في أيام نحن لم يكن طلبة كان فيها خصائي اجتماعي ربما كان دورها ميشي جداً 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 ربما دورها اللي هو فقط القيام بعملية والله اتصال على الولي الأمر يعني تلاش تأخر عذر مدري إيش الغياب الأشياء اللي هي أكثرها أعمال إدارية مش هي نصميم عملها كخصائي اجتماعي اليوم في أغل المدارس ما كان كلها فيها خصائي اجتماعي وخصائي نفسي يعني هذا الدور صحيح ذاته الوزارة جديدها جزء من أساليب حل المشكلة هذه أن أضافوا أخصائي اجتماعي غير أخصائي سوريا أخصائي نفسي غير أخصائي اجتماعي كان موجود في السابق فصار اثنين في كل مدرسة فبالتأكيد اثنين يراقبون أو يلاحظون المدارس صار فيه وعي أكثر ربما اليوم الناس أغلبها كمجتمع بدأ يدرك المشاكل النفسية والمشاكل السلوكية بشكل أكثر وضوحا من إدراك الجيل السابق فبالتالي أي مشكلة سأعي له تركيز سأصيد أفرادها بشكل أكثر من السابق ليس لأنه عاد زاد العدد لكن لأنه أنا انتبهت أكثر حق وجود بعض النماذج اللي عندي فلذلك ما نحول القضية لتشاؤم تجاه المدرسة وأنه نحن في انحدار مستمر لا بالتأكيد لا ولذلك هل المدرسة قادرة بالتأكيد قادرة واليوم ما زال هذا يعني نحن عندنا 85 ألف مشكلة أغلب مشاكل ما تشكل عائقية ما هي جريمة يعني ما شفنا يعني نسبة جرائم حصلة داخل المدرسة يعني ربما على الجرائم سيكون طالب مثلا يبيع مخدرات حق الطلب هذا جريمة طالب مثلا ربما اعتدى بالضرب مثلا بطعين واحد مثلا يعني أدى إلى قتل أو شيء فهذه نسميها جرائم كم عددها خلال السنة هذا راح تلاقيه ربما يكون شيء لا يذكر لكن والله الشخص طالب عنده تشتت انتباه عنده هذه مرض يعني عضي ربما يكون يعني أصاب مو كيفة وممكن علاجة فبالتالي هو حالة عندهم لا تعني ما العلاقة لا مدرسة له علاقة ولا البيئة له علاقة هذا شيء من الله مرض ربما إنسان أصاب اكتئاب هذا شيء من الله لا يسأله علاقة ربما يعني لها دور البيئة لكن كذلك العامل الوراثي والجيني مثل طالب لو فرضنا الطفل عنده سكر نعم نقول الله من المدرسة ليش صار لديها عنده سكر صعب أن أحمل المدرسة أو وزارة تربية كل مشاكل الطلبة فلذلك حالاته الواحد يعني ينظر بنظرة ما بين إدراك مشكلة ووضع خطوات لعلاجها واعتقل الوزارة يعني شقالة اللي قاعد تحصي هال المشاكل مش هدف الحصاء إلا أنها بهدف حلها وتعاون معها يا رب نجد حل سريع لمثل هذه المشاكل في مدارسنا عساكم على القوة كل شكور لكم ضيوفي من داخل الأستيديو الدكتور نواف العلزي أستاذ التربية في جامعة الكويت وأيضا دكتور مهند العيدان خصائي نفسي شكرا دعوة حضوركم معنا في أستيديو شكرا وبدأ هذا الرأي في هذا الموضوع تحديدا إذن هي ما نبيها تصعب المسألة لكن نحتاج إلى وقفة وطنية وقفة جادة وعمالي محاربة هذه المشاكل وهذه السلوكيات اللي بدأت تظهر عندنا في مدارس ندر الكويت وبالتأكيد إذا تساهلنا في هذا الموضوع وما عطينا أي اهتمام سنجدها وبشكل مبسط منتشرة في مجتمعنا الكويتي